منا طلقة انت مسؤولة عن الـ HR او اللي انا فهماء اللي انتوا بتاخدوش فلوس خالص ولا اي حاجة كلكم متطوعين الـ HR ده وظيفته اما يأبعد اما يفسر ده معروفة ده معروفة فعندنا ام اقوى من كده انتوا عاديون شرلانك الـ HR مانجر دي في اي حاجة منخاف انا هبجد كده بس انا اكثر حاجة يعني بتضيقني كـ HR هي الـ اقول لحد انت المرة دي ما اشتغلتش كويس ده وانت بتلفيدين برده مفيش شراف الموضوع ده على قد ما احنا عندنا عدد معين لازم نكون ملتزمين به مثلا لو احنا قولنا ان احنا معيننا خمسين شخص فالـ event بتاعنا او الـ project اللي احنا نزلينه دلوقتي هيكفي العدد المعين ده والمسئوليات اللي هناخدها برضو للعدد ده فلو انا قلت معي خمسين شخص وبدأ يجيلي أربعين وثلاثين وعشرين فلازم ابتدي انبه الناس لازم ابتدي اقول لهم انتوا يعني انتوا عندكم موضوع مهمة الـ HR الأساسية هي ان احنا نشوف العدد اللي معانا قد ايه نقسمه على كذا فريق ونشوف ايه المباني اللي احنا محتاجين لنعملها واقسم الـ team وانتي بتشوف الناس اللي عايز تتطوع اصلاً معيك وانتوا غيبة غير اعضاء اصلاً مشروع السعيدة فيه متطوعين بيجوا معانا فلازم برضو دايماً على الاتصال بيهم لحد ما يجوا يوم الـ event نفسه ووزاهم على التيمز وتأكد ان هم كل حاجة ماشية معهم مزبوطة